بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا قبل ما نروح للانج فايل عشان نبدأ نست اللانج والكلام ده كله محتاجين الاول نتعامل مع السيشن باحترافية اكتر من كده عشان احنا ده او يعني ده مش احسن حاجة لكن انا كنت حطه بشكل مؤقت بس عشان نكمل الدروس اللي فاتت. ولكن احنا محتاجين نتعلم ان السيشن ممكن يكون لها حالتين يتم التخزين عليها. يام على هيئة فايل زي الفايل اللي احنا شفنا تحت ده وعملناه خلصناه. او على هيئة داتا بيز يعني او جوه الداتا بيز. فاحنا ممكن حاليا نجهز الجزئية بتاعت الفايل. لما نيجي لدروس الداتا بيز مع او نحنا نعمل بتاعنا نشوف ازاي نقدر ندعم ده جوه هنا السيشن ونعمل يعني زي حالة بتاعنا هنا في الكونفج يكون لي حالتين ياما فايل او درايفر بتاعي ياما فايل او داتا بيز يعني ممكن ناجي هنا اقول ان انا عندي السيشن درايفر يعني يكون عبارة عن فايل او الري فهاجي هنا هقول ان انا عندي حط بس هنا كومنت اقول فايل او داتا بيز فاحنا هشتغل على الفايل اول حاجة. كمان هزود السيشن بريفاكس يعني بدلا ما يكون الاسم بتاعي بي اتش بي اس اس اي دي او سيشن اي دي يديني اسم تاني يعني ممكن نخليه او سيشن نيم يعني مع ان احنا كمان نغير البريفاكس بتاعتنا فبالتالي هخليها مثلا الفريم وورك. اوكي. طيب دول هيحتاجوا مننا اللي ان احنا نروح على موقع البي اتش بي دوت نت عشان نتعلم حاجة اسمها السيشن هاندلر. هاجي في السيرش هنا هدور على السيشن هاندلر. خلينا نقول هاندلر. اوكي اهو. فبالتالي في السيشن هاندلر اه محتاجين نشوف ازاي نتعامل معاه بصورة افضل. سيشن هاندلر بتخصص حاجات كتيرة زي ان انت تفتح تقوله open و close للسيشن. وتcreate السيشن اي دي والديستروي والجي سي بتاعها. اللي هو الكلين اوب والسيشن. وتريد وترايت السيشن. يا اما من مصار معين على فايل معين او من الديتابيس. لكن احنا حاليا هنشتغل على الفايل. طبعا وهنحط بقى الماكس لايف تايم ونزبط الكلام ده كله. ممتاز جدا. فعشان ابدأ اعمل ده لابد ان انا اتعرف على انترفيس مهم جدا. لو لوحنا الستيشن كده اللي هو السيشن هنلاقي عندي حاجة اسمها السيشن هاندلر انترفيس. خلينا اجي هنا ادور على السيشن هاندلر اهو عندي كاستم هاندلر برضا. هنلاقي جوا الانترفيس اللي هو السيشن هاندلر انترفيس. وده بلت ان مع الوبجيكت ارينتد بروغرامينج. وبيكون لي اعدادات اساسية زيك كده بيكون في الماسدس دي. فالانترفيس ده بيكون جوا الكلوز والديستروي والجيسي والاوبين والريد والرايت. فاحنا هنبني الكلاس بتاعنا بناء على ذلك. فبالتالي هروح انا على السيشن فولدر. وهنشئ انا هقول ان انا عندي السيشن هاندلر.PHP class. فطبعا هحط النامي سبيس بتاعتي. وهتكون اليمنيتس. اوكي. سيشنز. وهاجي هنا اقول كلاس. وبرده هيكون نفس بتاعي. وهيكون لالانترفيس اللي احنا شفناها هنا دي. بس عشان ناخدها كده. هي بيلت ان. مش موجودة في حتة. هي موجودة في البيتش بي او ما هتنادي عليها. هتجي لك كده من الدكومنت. ان هي اه انترفيس بتديفاين البروتو تايب بتاع السيشن كاستم هاندلر اللي انت هتعمله. فحبدأ بقى احط الحاجة بتاعتي هنا. طبعا هنا بيقول ان فيه مثلز زي. دول محتاجين يتضافوا بشكل افتراضي. فهاجي هنا بقى بحسب المثلز دي. فهاخدها كده عشان هوفر وقت. وهبدأ بقى هعدل بقى هنا هقول ان انا عندي. دي كده اول سيشن. بعد كده. وهفتح لها كده ايه? البادي بتاع. وعندي كمان ال جي سي. بابليك فونكشن. ال جي سي هتكون برضو لها بادي. وكمان هنا فونكشن اوبن. طبعا هنا فونكشن. حرفتي زيادة. اوكي. وهفتح البادي بتاعها. وكزلك هنا ال ريد برضو لها فونكشن. وهفتح ال ريد. البادي بتاع ال ريد. وهنا بابليك فونكشن. طيب هنا عندي هنا بيقول لي ان ال اكس باك تايب سترينج اه 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 ار فولس. طبعا لسه هنملأ البادي بتاع المثلز دي. طيب نبدأ بقى كده ونشوف ازاي هنتعامل مع الموضوع. اولا انا محتاج احط شوية اعدادات عندي للسيشن دي. الاعدادات دي بتقوليه. ان انا عندي هنا عايز اشغل حالة للسيشن. هل السيشن دي بيحصل لها بعد ما تطلبها? اه فهريتيرن في الاخرى هنا هقول له. لكن لو انت عايز السيشن مفتوحة على طول بتبقى فولس. لكن هي فعلا. ان السيشن بعد ما بطلبها يحصل لالفونكشنالتي بتاعت السيشن. فتوقف عليك. طيب ال اوبن. هل انت عايز تفتح ال اوبن سيشن. اه طبعا عايز اقول له ان هي هفتح السيشن طبعا. وخليه ان هو يبدأ يميك داير فايل باث. في حالة ان هو مش بلاقيه. اللي هو ده. فطبعا هاجي هنا هدلت السيشن ده. وهخليه ميك داير. فهجيب الباث بتاعي. اولا هاجي هنا اقول له انا عايز بص بركز معي. بابليك فونكشن كونستركت. عشان هبعت عليه البابليك. خلينا اقول بابليك. فايل اه او سيشن. او هنقول سيف باث. اوكي. وهجيب البريفكس. فهقول له بابليك البريفكس. بتاع السيشن. طيب. فكده دول عندي اقدر استخدامهم. فبالتالي هاجي هنا للاوبن. هقول له بقى سكان على اعمل لي اف ان الاز داير. ده اللي هو جاي من الزس. سيف باث. ازا كان مش موجود خلينا اقول ان هو ازا كان مش موجود. هتشغل الام كي داير. احنا اخدنا الام كي داير قبل كده. وعرفنا ان انا اقدر احط لها برميشن. فهقول له خدل زيس. سيف باث. واديني البرميشن بتاعي زيرو سبعة سبعة او سبعة خمسة خمسة. مش هتدي له تلات سبعات طبعا عشان ما يحصلش عندي ارور اه ان حد يقدر يستغل البرميشن ده. فكده جهزنا الجزئية دي. طيب خلينا بس اشغل بقية الحاجات دي. ونبدأ واحدة واحدة واحنا بنبدو الكلاس. فطبعا انا عايز رايت الديتا وريد الديتا. طيب هرايت الديتا لفين? للباس اللي انا عملته. فهروح لي الريت. انا عندي هنا بيجي الاي دي بتاع السيشن هوا. اللي هو الهاش اللي احنا شفنا الطويل ده. هتلاقي كانت هي السيس. او اختصار اللي هي سيشن. كانت كده. كانت السيس. وكلام كتير كده. ده الاي دي. اوكي? غير البريفكس. فهروح في الريت. هقول له ريتير. هي طبعا عايزة ان هي ترجع لي بي بوليان. فاللي هستخدمه ده لقتها هيرجع لي true or false. true or false. فهقول له ريتيرن. احنا خدنا الفايل بوت content. وهقول له بقى روح خزن في الزس فايل. اه او خلينا نقوله اللي هو السيف باس الاول. داخل السيف باس ده. حطيلي بقى البريفكس. البريفكس زيس. البريفكس. وهضمن على البريفكس. هقول له اندرسكور الاي دي بقى اللي هو الهاش. اللي هو جايلي من فوق من ده. من هنا من البرام ده. او الارجيمنت دي. فهقول له خد الاي دي. وسايف عليه بقى. هتسايف عليه ايه? في البرامتر التاني اللي من المسود بتاعة الفايل بوت content هجيبي الديتا اللي انا حطيتها جوه. طبعا هنا عندي ارور بيقولي ان الاي دي هنا في مشكلة او اقى لازم حط دات هنا. اوكي. فاحنا كده جايزنا الريت. طب الريد. عايز اريد بقى. عايز اعكس. هاخد نفس الكلام دي كده. بس الكل اللي هعمله ان انا هنا بدلا ما هي فايل بوت content هجيب فايل جات content. فهاجي هنا هقول له فايل جات content وهجيبه منين من السيف فايل باس بالبيرفكس بس هشيل بقى الديتا. فكده احنا عملنا الريد والريد. والفايل جات كنتنت بترجع لي اما سترنج او فولس. والريد بترجع لي او اللي هي اللي هي الفايل بوت كنتنت بترجع لي true او فالس. فكده دول جاهزنا. والاوبن خلصنا. عندي جزئة اللايف تايم. اللايف تايم انا هست اللايف تايم ده. وممكن اخليه يعملي. ان لينك للفايل بتاعي. بحيث ان الفايل ده. اا يدلت. فخليونا اخليه دلوقتي بشكل افتراضي انه هو يكون اا ريتيرن ترو دلوقتي. وحنشوف ازاي اللايف تايم هيدلت الفايل بعدين. صبع اللايف تايم ده بنتكلم انه هو في حالة اني انا عايز يعني اللي يخش عندي يبقى فيه لايف تايم فيوقف السيشن او ان انا خليه مفتوح يكون مدى الحياة طيب فممكن اجهز اللايف تايم دلوقتي اه ممكن اجي هنا هقوله هاتلي هقوله خلينا اقوله ان انا هعمل فور ايتش الاول بلا ما اجيب الفايل على طول وهستخدم الجلوب احنا اخدناها قبل كده هقوله من السيف باث هاتلي البيريفكس اللي هي زيس بريفكس وحاجيب الاندرسكور اي دي عشان از ان هو فايل وهحط اللايف تايم بتاع اللي انا عايز اعمله ست فهقوله ازا كان الفايل ام تايم زي ما الاي اي كده حتى بيقولي بزايد اللايف تايم اصغر من التايم الحالي هبدأ اقوله اعمل لي ان لينك لالفايل الفايل بتاعي جاي من الفور ايتش طيب هزود انا هنا في الستيتمنت دي حاجة كده بس طبعا هنا ده الاي دي هنا الاي دي ده في مشكلة صح دي عنده مش جاي في الجي سي فهقوله طيب هقوله هاتلي الاول هحط ستار كده هاجي هنا هقوله ستار بالشكل ده عشان يجيب لكل الاكستنشن اه اللي جاية من اول هنقول الاكستنشن ماشي خلينا نقول الاكستنشن او البيريفكس اوكي يجيب دي الاي دي هات كلها طيب هزود انا على يعني انا شايف ان انا عايز اضيف فايل اجزاست بالمرة كمان انا عايز اقوله ان الفايل ده كمان اجزاست عشان ما يعمل ليش على حاجة مش موجودة فيعمل لي ارور جوا السيستن فهقوله ان الفايل ده كمان اجزاست طيب فكده احنا خلصنا نروح للديستروي الديستروي الديستروي الهدف منه هل انت عايز لما تقول انا عايز اعمل ديستروي لي الفايل هيشتغل معايا ولا لأ هقوله اه طبعا انا عايز اشغل الديستروي بس يا الديستروي كمان انا ممكن اعمل فيه انه هو يدلت الفايل اللي في الاي دي لو انا عايز ده فممكن اشغلها دلوقت موقعا ونشوف بعدين فهاجئ هنا هقوله نفس الفكرة اه بتاعتي هو هنا حتى الاي اي والله بيساعدني ماشي طبعا ديريكتر سيبريتور هي يعني اه من ضمن الماجيك اه ماجيك كونستانت اللي موجودة عندي في النيتف واخدناها قبل كده ولكن اه بس توفرا للوقت خليني بس اجي هنا في الاخر هقوله ان انا بس الاول هعمل ريتيرن لي الترو عشان اقوله ان انا عايز اعمل فعلا ديستروي وهقوله اذا كان الفايل اجزيست هبدأ اعمل ان لينك لفايل برضو ان لينك لفايل فهقوله ان لينك لفايل اوكي طبعا انا بستخدم الاي اي معاي بس عشان الوقت بس انا عايز اشرح بسرعة وفوقت وليل فالفكرة كلها ان انا جبت السيف باس وجبت البريفكس بحسب الاي دي طبعا الاي دي هنا فيه برضو اندرسكور مش هينفع كده لازم يكون اندرسكور وحط الاي دي لان الاي دي مش لازق في البريفكس في البريفكس بتاع الفايل فكده جهزنا كلاس كامل اهو وزبطناه وكل حاجة زي الفولد عايزين بقى نشغل السيشن هاندلر ده جوه السيشن كلاس وانا هوقف كل الكلام ده دلوقتي تعال نشوف فاق انا اولا عايز اقول له نيو لالسيشن ده بس هاجي هنا هقول هاندلر فولد اه فاريبل وهاجي هنا هقول له نيو للسيشن هاندلر هو موجود كده كده معايا هنا في نفس الفولدر فمش محتاج اناد عليه هنا فيه محتاج ابعتهم اولا محتاج ابعت السيف باس اد الكون فيجه اهو سيف باس عظيم عندي كمان البريفكس فهروح على السيشن هجيب البريفكس اد البيفكس اهو فكده البريفكس والسيف باس زبطهم محتاج بقى اكلم السيشن اكلم البي اتش بي عشان يست الهاندلر ده معنا خلاص جهزت الاعدادات بتاعت السيشن هاندلر محتاج بقى ان انا خلي السيشن بتاعتي اه اه تشتغل بس تعال نشوف بقى هنا حاجة انا هرجع كده هنا على البيبليك ده هفتح الانسبكت وهروح على النيتورك بص كده معايا ادي النيتورك وهعمل ريفراش كده تعال نبص على البيبليك ده هلاقي ان انا عندي هنا النيم بتاع اسمه ايه تعال نشوف بالراحة كده اسمه بي اتش بي سيشن او سيشن اي دي او سيشن اي دي واخد الفاليو دي تمام انا بقى لما هاجي هتشنج هتشنج النيم ده وهزبط حيات كتير جدا وهاجي هنا الفايل عندي في المنطقة دي هيبقى فيه فولدور طبعا اسمه سيشن وهياخد البريفكس بدل السيس اندر سكور لا هياخد الفريمورك اكستنشن او البريفكس بتاعي فبالتالي هاجي بقى هنا هعمل في الجزئية دي تشغيل للسيشن ست سيف هيا جات عنده هيم وقال لي ان انت لازم تبعت الكلاس بتاعك الهندلر يكون مطابق وده خدناه في مطابق للجزئية بتاعت الديبندانس اندفرجن اللي هي السيشن هندلر انترفيس فبالتالي هقول له تفضل ادي الهندلر من نفس النوع اللي انت بتدور عليه وبتحبه لحد كده تمام هاجي هنا هقول له يلا true شغلي بقى الكلام ده كل عظيم جدا فحسيف ومحتاج بقى start الstart بتاعتي هشتغل عليها زي ما هي فحقول له uncomment بالشكل ده خلاص مش محتاج الprobability لانه خلاص ما تزبط عني جوه الجي سي مصد والسيف باس انا هعمل له دليت هو كمير لانه هو فعلا جوه عنده ممكن اشغل السيف باس برضو والله اه عشان هو كده كده اه يعني انا بعرفه في السيشن السيف باس بتاعي فين لكن جوه انا هنا بقوله يكتب اه فين لان انا محتاج افاهم السيشن ان يا سيشن ان الباس بتاعي في المكان ده موجود بالشكل ده فهقول له خلاص ده السيف باس بتاعك واشتغل خدلي منه كل ديت او عرفه للبيتش بي ان ده المكان اللي انا بتعامل معاه عشان السيشن هاندلر يقدر يوصله هو كده كده بيقدر يوصله من هنا من الرد اوكي فلو حبيد تشغلي طب نوقف بس السيف باس دلوقتي وممكن نخلينا نعمل له سيت برضو عشان يعني لو في اي مشكلة تحصل عندي في البيتش بي طيب فكده احنا حطيني السيت سيف هاندلر وزبطنا السيف باس وزبطنا السيشن ستارت وعلى فكرة السيشن نيم في حاجة اسمها سيشن نيم بس ديت لو انت عايز تشتغل بها مع النيتف سيشن نيم لو انت عايز تغير النيم اللي احنا تكلمنا عنه ده اللي هو ده فلكن انا شغل object oriented programming فمش محتاج كل الكلام ده فهسيف طبعا السيف هاندلر ممكن تشتغل بها تشتغل بها مع النيتف تعمل اكتر من function هنا في الجزئة دي تحول بقى كل الكلام ده لfunction ما تقولش public لا هتقول function gc function close destroy وهكذا اول ما هعمل refresh حصل عندي هنا error بيقول لي ان انا مش لاقي السيشن ده اللي هو الفايل get content مش قادر اجيب منه ونخليها موقع طبعا كده ثلاث سبعات اهي زيرو ثلاث سبعات اكي طيب نجي مرة تانية اه نضلت بس السيشن ده ونعمل refresh اوكي تعال نشوف كده هو برضو هنا في مشكلة طيب احنا ممكن نعمل فكرة كده ان هنا هنا طالما الريد بيبدأ ادل الريد فانا ممكن هتشيك ان الفايل ده موجود ولا لا فممكن هاجي هنا اقول له اف ان الفايل ده exist ممكن هاجي هنا هقول له الفايل واحط المسار بتاعه كامل وهاجي هنا للفايل get content هابدل بيك كلام ده كله عشان ممكن ده اللي كنا عاملان لها مشكلة طيب فهقول له اف ان الفايل exist اوكي شغلي الفايل get content else خليها لي فاضية string فاضية يعني الريد هنا معانا ان السيشن بتاعتي لسه ما اتملتش طيب ودي انا هخليها برضو مصر خليها زيرو سبع خمسة خمسة يعني تمام اوكي ونشوف كده اول ما يجي بقى نشوف نعمل refresh كده اه كده تحالة المشكلة تعالى كده ال prefix اهو تحل معايا وقادي ال local اشتغل معايا وكل حاجة والامور زبطت معايا والدنيا تمام طب نفتح كده البراوزر ونعمل ونروح على ال network نعمل refresh نبص على public غير هنا نشوف هتغير معانا ننزل تحت بالراحة كده ما تغيرش معانا هنا في مشكلة في الجزئية دي طب ممكن احنا اه نحط ال station name طيب تعال نجرب كده نحط ال station name اه اللي احنا اتكلمنا عنها ال station name محتاجة عمل لها ال set قبل ال start فخلينا اجي هنا اقول station name وياخد برضو نفس ال prefix بتاعي طيب انا هنزل بس ال argument ده كده لتحت وهاجي هنا اقول station name اهيه ويلا غيرها عندك كمان بالمرة اوكي طيب تعالى كده نعمل refresh ونبص على public مرة تانية فنزل تحت كده بالراحة انا لاقي ان هي اشتغلت هي ال set cookie اشتغلت معايا اللي هي ال free mark واخد ال station name متاعي فكده اه يعني مجرد معلومة انت بس ممكن تحطها از ان انت بتعمل marketing لل free mark بتاعك لكن يعني الفكرة كلها واحدة يعني طيب اه كده احنا زبطنا كل حاجة غيرنا ال prefix حطينا اللي احنا عايزين طبعا انا كل ما هعمل refresh نلاحز اه ان هو طبعا خلينا ندلل ده كده اوكي ونيجي نعمل refresh بص كده مع بعض هنلاقي ان هو ال lifetime اه المفروض بقى ان نيجي هنا على ال lifetime ادي ال session handler ونبص كده على ال lifetime اهو وال lifetime احنا ممكن نعمله set من ان احنا نادع على هو هنا بياخد ال default فانا ممكن نادع على ال gc واشغله قبل ال session handler بحيث ان انا يجيب له ال expiration time اللي جاي عندي هنا من ال session file اللي هو ده اللي هو في ال config in the بس ده كله ادي ال session اللي هو ال expiration time او time out فممكن ناجي هنا اروح للهاندلر واجيب ال gc وابعت لها الانتجر دي فهروح على ال session وهاجي هنا على ال handler ال handler وهجيب ال gc وهبعت لها ال config session dot l time out وبكده يكون خلصنا ما فيش اي مشكلة عندنا خلاص والامور اصبحت تمام تقدر تعلي بقى ال lifetime بتاعك وقت ما انت عايز وطبعا اسف لقطالة لكن دي حاجات لازم نشرحها ونعرفك بيها عشان تبقى تشغال احط على طول document كده بس اي كلام عشان الوقت لان لسه في عندنا يعني كم درسة عن ال php doctag وهي كتير جدا بالشكل ده ولحد كده احنا نكون وصلنا وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته